قناص أطلق النار على دونالد ترامب ليرد عليه قناص الخدمة السرية ويرديه قتيلة كل هذا تم أمام عدد كبير من الكاميرات والشهود ومع ذلك انتشرت تدوينات مشككة في وسائل التواصل الاجتماعي حسب الواشنطن بوست فإن حسابات محسوبة على اليسار وصفت إطلاق النار بعملية زائفة دبرها أنصار ترامب لحشد الدعم له ناشط جمهوري على تطبيق تيك توك نشر فيديو اتهم فيه اليسار بتدبير محاولة الاغتيال معتبرا أن خصوم ترامب اختاروا هذا الأسلوب لتصفيته بعدما فشلوا في ذلك عبر المحاكم وقد حصل هذا المقطع على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة وأكثر من مائتي ألف تعليق مما يعني أنه انتشر على نطاق واسع كما تواترت الاتهامات للديمقراطيين ولبايدن من قبل شخصيات جمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هذا الشد والجذب الذي سبق نهاية تحقيق الأجهزة الأمنية في هذه المحاولة الفاشلة حمل خبراء المعلومات المضللة على حث الجمهور الأميركي على توخي الحذر وعدم الوثوق في كل ما يتم الترويج له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر